هل احتفل أبو بكر؟ هل احتفل عمر؟ هل احتفل عثمان؟ هل احتفل علي؟ هل احتفلت عائشة وحفصة وزينب؟ هل احتفل أبو حنيفة؟ هل احتفل الشافعي ومالك؟ هل احتفل أحمد؟ لم يحتفلوا ولا يوجد وأقولها بتحدٍ لا يوجد حرفٌ واحدٌ مأثورٌ عن سلف هذه الامة أنهم قد احتفلوا بهذه المناسبة المبتدعة متى ظهرت؟ ظهرت في القرن الثالث في زمن الدولة الفاطمية الخبيثة الدولة العبيدية الخبيثة التي ترجع إلى عبيد الله بن ميمون بن ديصان هذا الخبيث الذي كان يهودياً ربيباً عند مجوسي فماذا تنتظرون؟ من رجل أسس دولةً هو يهودي وأبوه يهودي وهو كان ربيباً أي تربى في بيت زوج أمه وكان مجوسياً هذا الإناء النتٍ بماذا ينضح أينضح بالخير؟ لا والذي رفع السماء بغير عمد فلذلك عندما جاءوا إلى مصر هذا البلد العريق الشامخ قلعة الإسلام وتوطنوا هناك في الدولة العبيدية نسبةً إلى الفاطمية زوراً وبهتاناً وفاطمة بريئة من هؤلاء الأخباث براءة الذئب من دم ابن يعقوب فعندما وجدوا النصارى يحتفلون بعيد المسيح فابتدعوا هذه البدع على قرار ما كانوا يحتفلون وتوارثها الناس سلخلفاً عن سلف إلى يومنا هذا هذه بدعةٌ منكرة لأن تحديدها مختلفٌ فيه وربي تبارك وتعالى قد فصل لنا الآيات وبينها في كتابه الكريم ليس هناك إجماعٌ عباد الله بين المؤمنين بين العلماء على تحديد يوم مولده اختلفوا إلى أكثر من عشرة أقوالٍ كما ذكرها ابن كثيرٍ وغيره قيل في الثاني من ربيع الأول قيل في الرابع من ربيع الأول قيل في الثامن من ربيع الأول قيل في الثاني عشر من ربيع الأول قيل في رمضان هل يجعل ربنا مناسبةً ويرتب عليها عبادةً وتقربًا إليه ويجعلها مختلفةً بين عباده أن اختلف في تحديد يوم عاشراء الذي رتب الله عليه فضل صيامه أن اختلف في تحديد يوم عرفة أن اختلف في تحديد العشر الأواخر من رمضان أن اختلف في تحديد العشر الأوائل من دي الحجة فهذا مما يُبيِّن بُطلان هذه المُناسبة المُحدثة ترجمة نانسي قنقر